والأستاذ دكتور أحمد علام المنصق والأستاذ دكتور أحمد الشيخ صديق العزيز ويعني بنسعد دايماً بوجودنا مع حضراتكم اكتشفت أن النهاردة في الشهر ده أن أنا كملت تقريباً 18 سنة في المعهد القومي للجهاز الحرك العصبي ما بين الدكتور صغير وبعدين استفاري وبعدين عميد المعهد ودلوقتي بقود قريب من السرق بتخصم جراحة الأعظام في المعهد وكانت خلفية كلها الأصلية كانت في القصر العيني وقبلها في مستشفى أحمد ماهد وبعدين اتجاهت للمعهد وتحينت فيه فابتدينا نقلع بريك القصة في الكام سنة اللي فاتوا بنتكلم على الترومة في السكي تي وابتدت من هنا الكلام عن الكونسيبت بتاع المانجمينت بتاع العينين دول هي لأن فيه كنتروفيرسيس كتيرة قوي موجودة في المانجمينت وكل واحد يحاول يكثهد حاولنا نجمع السكينتافيج داتا على مدار الفترة اللي فاتت والحقيقة بوجه الشكر جزيل لأستاذي الأستاذ دكتور مصطفى الشرديني واحد من الفينيرز بتوعنا في المستي في الخقيقة والدكتور أحمد عمران لأنا مدوني بالكمية كبيرة من اللي نفعتني جداً لأن أنا حضر آيتم زي ده باري سبيشيلايز حيهم الناس اللي بتتغل في السكي تي شوية ويألابوريت القصة أحسن شوية عن how to decrease the morbidity خلينا نبدأ الأول بنتكلم على الobjectives دايما تعلمنا دايما من أستاذتنا إيه هي المorbidity ما هو التعريف بتاع المorbidity حانتكلم عنه when do the fracture occur لأن الحقيقة لي predisposing factors الconcept for treatment وده بيعتمد على الclassification بتاعة الحالات الCP يمكن الconcept of the standing of the streams بين الأستاذك والسفور والوكر ودي دايما كبيرة قوي حنلخصها شوية will other modalities could decrease the incidence of trauma in the CP والحقيقة إن إحنا دايما نبقى المفروض شاطرين في الفريتمنت لازم نكون أشتر شوية في موضوع prevention من الابوريت القصة على مدار الصوف كلها نروح للمorbidity والمorbidity لما جينا نجمعها في الحالات الCP لقينا إنه هم تلت حاجات إيه هي المorbidity المتعلقة بالانجرس اللي هي الانتينتند انجرس اللي هي محدش يقصد إن العيان يقع أو يكتبر الابيوز اللي هو intended أو intentionally abusing up to إن الناس المحيطة بالعيان الCP بيبقى abusing him نتيجة إن هم مش فاهمينه مش فاهمين حركاته أو العيان الphysic أو mentally departed شوية والجزء الأخير في النجلكشن النجلكشن الحقيقة إن العيان يفقد الاختمام من اللي حواليه وده بداية المشاكل دائما كلمنا الأستاذ دكتور حسن البرباري في المخادرة الجميلة الأدفوع اللي فات عن الـ definition بتاع الCP إنه الحاجة دي تبقى non-progressive problem بتحصل على مستوى الموتور unit مثل البرين وتبقى ليها كوزز كتيرة قوي لكن مهمة قوي إن احنا نبقى عارفين إن معاه سعاد mental affection cranial nerve affection with or without يعني لازم نبقى فاكرين إن الCP ده حاجة مهمة قوي إن احنا ندور ورا القوز لما جينا نشوف القوزز وحنستعرضها سريعا لقينا إنه زي ما نستعرض حاجة زي دي الفاي دي جميلة وهي في العرض إن احنا أوهم حاجة في الفوزز الperinatal theory اللي هي prenatal natal و postnatal نروح للprenatal وprenatal زي ما احنا عارفين أهمهم من 35% ل40% من الخلال يبقى low birth weight والحقيقة ده نسبة كبيرة قوي نقدر نقابل فيها سواءً جوه مصر أو بره مصر لما نروح في الحالات اللي زي كده أكترهم من لما يتولد العين في السابع أو في نص السادس وده بيبقى مشكلة كبيرة قوي بيبقى انتروبيته فترة طويلة ومنقدرش نعرف إذا كان حصله cerebral palsy أو cerebral insult ولا لا لأ لأنه بيبقى في المايل ستونز مع المجرس ويبدأ يظهر في دليل مايل ستونز على الشهر الرابع أو الخامس أو السادس من عمر السادس سيبقى ساعتها ما نبقى شايفين وبعد كده يبدأ يبقى عندنا المشاكل نروح للمترنل والمترنل اللي حقيقة مش هنتكلم عليها المترنل كوزة تمارس الـ 22.5% من الكوزة لكن المهمة المهمة قوي اللي هي ممكن تبقى congenital brain problem وده ما نقدرش نمساه يعني الproblem تبقى عند العين هي اللي سببت المشكلة اللي حعملت له الـ CP الانترويطرين أسفكسيا والتسعة في المية بتاعتها أو الانترويطرين إسكيميك إفانت اللي ممكن تحصل نتيجة النجلكشن أو الترلونجد لابر في العينين وخصوصاً لو العينة في الحالات اللي زي كده ينزل العين وبعد كده نلاقي مع الميدوايف أو مع الناس اللي هما بيولدوا مع الميدوايف problems كثيرة قوي ما زالت بتقابلنا لما نيجي نستعرض ويمكن أهم classification كلمنا عمنا والأسفد دكتور حسن برباري ويمكن أنا elaborating نفس اللي هو اللي معتمد عليه كله المانيشمنت النهاردة اللي هو gross motor and functional classification system وده الحقيقة ابتدى يظهر الفين واثنين الفين وثلاثة literature يمكن لما جينا نصنف وحاولت أجيب استوار من المنبع بتاعها لقينا إنه فيه level 1 CP اللي هو بيبقى community ambulatory community ambulation يقدر يتحرك جوه البيت وبرى البيت كيف ولكن مع شوية سباستيسكي حوالين انشاء level 2 اللي هو يبقى defective community ambulatory لكن household ambulatory اللي هو عنده شوية contractures around the knee أو the ankle or both ويبقى بيمشي بصعوبة لكن يأترك حارة البيت أكثر من برى البيت level 3 اللي هو confined to a walking aid لازم سواء بيعتمد على crutches أو walkers جوه وبرى البيت ذي صنفق على إنها هي 5-3 نروح ل4 و5 ودول إجمالا اللي هما non-walkers confined to a wheel chair ودول severe CP non-ambilatory ودول بيبقوا واحد منهم ما بيحتاجش ل trunk support ولا neck support أو head support وهنا في level 5 بيحتاج ل2 ساعات يحتاج head support ومعاه trunk support سين ما احنا شكرا هدا اللي همنا ما هي نروح ل2007 процيدو إتال نتكلم على الإنسلنس بتاعت الترومة في CP وكانت الخيارة أرتش الجميل تكلمنا على إنه الأجزة لسكيلتين كله 4% including the skull والبرتبرا والفل دول أقلهم تعرضا للترومة الأبر ليم بيبقى حوالي 14% إنسلنس الترومة بتحصل فيه سواء clavicle humerus أو 4R اللower ليم وهو ده الهيلايت النهاردة بتاعنا اللي هو the majority of إنسلنس الترومة بتحصل فيه 82% اللower لهم منهم 48% بس femoral وعشان كده اللي حييجي دلوقتي على management هيكلم على proximal femoral problem أو shaft problem أو distal femoral 27% من 82% دول رأت تيبية والفوت بيبقى أقلهم إنه هو 7% لكن نقدر نبمل إنه أراؤد نين بيحصل 36% incidence of troma في الCP population لما نشوف إن الفracture constitute a common clinical problem for the patient with a moderate or severe CP حقيقة لن ambulatory cases لأينا إنه المانش مستعهم لما يبقى early management ويلا يبقى ambilated early with rehabilitation properly يبقى بيرجع as a community وكان confined to جوه وبر البيت يقدر يتحرق لكن moderate to severe بيزود الproblem عنده يخلي الproblem تزيد لو إحنا classifying him مثلا هذا level 3 ممكن trauma في lower limb نتيجة negligence أو delayed management بسبب إنه يبقى من grade 3 يبقى grade 4 ودي أوحش حاجة له والأهله لأنه الساكل اللي حواليه عشان تخدمه هتفضل مجبوط أكبر كتير وهو ده مش النجاح ده عكس النجاح لازم ننجح فإن العيان يفضل في نفس البيت أو يتحسن شوية وإن كان توقع أو التوقع أو التوقع لتوقع 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 والحياة دي كانت موجودة واحدة من الفيبر 98 يتكلم على أنه أنه سنعيان حصل له بعض التوقع التوقع أنه ممكن تحصل لأنه البيت سنعي واحدة أمليس أني أقطع السركل دي نروح للجزء المهم قوي الإنسدنس of trauma في الكيس بتاع CP among the CP population من 7 to 12 percent لكم حضراتكم أن تتخيلوا الدقيه الإنسدنس عالية بنسبة لكل 100 عيان CP 7 إلى 12 واحد منهم هيحصل له trauma أو حصل له trauma طبعا ما ننساش أن العيان CP دول ممكن يكون نتيجة الكراني الأفكشن والكراني نير أفكتد وممكن يبعندو جيد disturbance وده بيزود الإنسدنس of trauma لما ما بيمانسك الwalking aid بتاعته أو يبقى مضب بط شوية الفresence of contractions and the proximity of the trance يعني لو عندي مثلا fracture tibia وعندو contracture knee يقوحش حاجة ومدعرفش عالجو كيف أو عندو femoral fracture وعندو contracture أو flexion hip دي مشكلة كبيرة جدا سواء سواء هنعالجو conservative أو حتى هنعالجو third لإني إزاي حثبت العيان همانج العيان بعد العملية إزاي وححط ه في أي وضع في position سواء في fast أو support فدي لازم نألابور إن دي خصة كبيرة أو سواء يمكن دي أهم slide إهي الفاكتور contributing to the low bone density in this population ولي عبارة عن تجميع من تزا أرد أهم حاجة هنا في limited ambulation and weight bearing during a skeletal growth سواء ما شوفنا أن عيانين ممكن يبقو level 2 أو 3 ويب أما بحراب شكتير دابي زاود الإنسان of low bone density أو لو العين وحضراتكو عارفين كتير قوي عن العينين بتوعنا أنه في مراحل حياته المختلفة بيتعرض للسيرس من العمليات ويبدأ عنده مشكلة أنه بيتحط في fast أو immobilization أو immobilizer longer period يسبب برضو low bone density وما عندناش لها تفسير حقيقة غير يا أما حاجتين يا أما negligence يا أما العين IQ بتاعته قليلة وما بيعرفش يعبر سواء أفاذك أو blind أو الاثنين وما بيعرفش يعبر عن حكته لأنه هو محتاج يافر ودي محتاج تنظيم شوية مع التواصل المشكلة دي ونحاول نلقيها حلول معاهم عشان العينين وأهالي العينين بتوع CP يقدروا ياخذوا the proper nutrition أو أما لكن سعات الأسباب بتبقى من العينين نفسهم ونالسوال swallowing بتاعهم ببقى defective نتيجة cranial nerve effects فلازم يتركب لهم special tubes وspecial feeding tubes بطرق معينة معقدة شوية نروح للسبب الأخير the use of multiple anticonvulsant medications وإحنا عارفين أن كثير منهم ممكن يسبب as a side effect and low bone mineral density أو low bone density ويقابت لنا على المشكلة بتاعيثنا أن نحن لا نستطيع نستغنع عن anticonvulsant حالات كثيرة من الTP اللي عندهم convulsion وفي نفس الوقت بنرضى بأن يكون عندهم low bone density على حساب أن يجب يستمر على anticonvulsant medications خوفا عليه من مشاكل الconvulsion التي تقبطوا أن يحصلوا spontaneous fractured and dislocation there is a general agreement that the quadriplegic non-ambulatory patients have a very high prevalence من الأربع أسباب التي فاتوا نقدر نقول أن أوحشهم في مشاكل البون quality هما الناس quadriplegic non-ambulatory بماعنى زي ما شرح لنا الدكتور حسن بي إن الأربع أطراف فيهم problems و non-ambulatory اللي هو confined to wheelchair سواء level 4 أو level 5 يبقى في الحالات دي هو هو very high suspicious to the sustaining fracture يبقى عندي ممكن يحصل fracture وفي نفس الوقت عنده low bone quality this is the two major entities اللي بيبقى عبارة عن تحدي لدكاترة العظم إزاي يتعامله مع العين دايما قلنا إحنا لازم نبقى شاطرين فإن إحنا نشخص العين لكن لازم نبقى شاطرين فإن إحنا نحاول نحاول فليبقى العينين الـ لازم يتحط لهم وده يمكن المحاضرة دي النهاردة تكلابوريت إن يتحط لهم systematized algorithm بحيث إن إحنا نقدر نمنع عنهم المشاكل في سنتر سواء السنتر بتاع تريها أو السنتر بتاع تريها عموما جوة وبرما ولقيت الحقيقة في الفترة اللي خاتت مع القريات إن في أبتر من سنتر في الحقيقة شاطرين قوي في الجزء دول والعينين بتاعهم بيدخلوا السنتر دي على مدار شكور معينة ويبقوا مثلا بيتابعوا دراستهم وفي الأجازات بيبقى موجود في السنتر بيتعامل معاه سواء أو ريهاب أو المجموعة دي كلها مهمة في الفترات بتاعة العينين دول ما بين الأجازات أو معد العمليات لازم يبقى يتي intensive rehabilitation intensive بمعنى أنه فيه اهتمام بعمل ريهاب مش intensive بمعنى ما يبقى aggressive intensive rehabilitation to be promoted after surgery وده يبقى محتاج very specialized trained rehab special الحقيقة ولازم نقل شوية ونبعد عن موضوع spical fast immobilization على قد ما نقتر بعد العمليات بتاعتنا contractions are less aggressively treated by physical and surgical methods والحقيقة أنا حطيت النقطة دي لأنه لازم نفتكر أنه في بعض الحالات contractions بتاعتنا بتبقى repeated يعني هطلح contractions وهطول العضلة وبعد شوية هلاقي ثاني أنه العيان طول وابتدت يحصل contractions نتيجة أنه طول عضلات ممكن بقى في نموها أقصأ شوية من نمو عظمه زي ما شرحنا دكتور حسن بي واحدة من series بتاعت contractions لكن يهمنا قوي أن نحن لازم ناخد بلا من physical والsurgical مثل عشان ما تأثار على contractions لأن contractions هتزود الإنسان بتاع trauma سواء مع جزء physiotherapy لو كان aggressive أو سواء لو حصل contractions مثلا في lower limb حيزود limb بتاعه وحيدي خرصة أنه يحصل trauma سواء يوع أو يكتب نروح للكوربة سنقسم العينين بتوعنا المانجمين في CP كيس into two entities non-ambulatory CP كما شرحنا من شوية لهم level 4 اللي هو confined to a chair ولكن ما بيحتاج شي لا trunk support ولا head support وlevel 5 اللي هو بيحتاج انه confined to a wheelchair وما بيقدر شي يتحرك لأنه فاقد الكنترول على الحركة وفي نفس الوقت عنده محتاج لسفور سواء لل trunk أو trunk وال head كمان ايه اللي هنعالجه ازاي العين دول non-ambulatory CP لما نيجي نشوف الguidelines اللي حطها Freeman Miller يمكن كان في كتابه 2005 ونزل بعد بيها article كثيرة تأكد المعلومات انه لما تدع يقسم دكتور Freeman Miller واحد من الناس أو من الفينيز eminent doctors في اسم لنا الجزء اللي لي علاقة بالclassification السلاب بالغاية كما يلحم وفي نفس الوقت لأنه هو بيتحرك ما هزود المشاكل عليه على الدماء type 2 the fracture the femoral shaft fracture وخصوصا لو عندنا flexion and the nearby joint دائم الحالات دي والخقيقة انه في العينين دول ممكن نextend the spica a little bit or a pelvic support spica to the pelvic support عشان اقل الكمية في الحالات دي هيا ما لقيتش اي paper بتأكد او بتشجع على انه الانترنال fixation في العينين اللي هم non-ambulatory CP to manage them as a surgical treatment خالص الا في حالات قليلة جدا جدا لو رحنا للclassification الساعة as a type 3 يبقى بنتكلم عن the most important item اللي هو the highest incidence which is proximal femoral fracture في حالات CP non-ambulatory وهي دي الجزء الوحيب اللي همنا جدا التعامل معاه بشكل surgical واضح وباهتمام شديد تجمع عليه a lot اكتر من ساقة والحياء الانترنت fixation بالنسبة زي ما نشايف او جاب المسل القدين اللي هو بتاع الان screws والنuts وحتى لو العام low-bone quality هو he deserved internal fixation لو جينا سألنا نفسنا ليه الانترنت fixation to proximal femoral fracture هنلاقي the highest insular displacement rotational problems and shorting with a virus deformer وكلنا عارفين او vulgar ولو لقينا ان الكلام ده واضح ده ده لو ما بيتعليك شي كوي ممكن يزول المشاكل على العيان ده انت contracture or contracture around the hip ويسبب مشاكل بعد كده لان الهد يسيب الاستابلم فيما يعرف بالهب dislocation in the CP one of our nightmare فعشان كده لازم نثبت العيان ده ونcontrol infection as soon as possible ونشيل المتال as soon as possible after healing كلنا عادفين ان احنا لو سيبنا المتال ممكن يحصل مشاكل حوالين الاجس الامتال او stress riser بعد كده وهو low-blown quality فيمنا او ان احنا نتكسل fracture وريهاب العين بسرعة وفي نفس الوقت بعد ما يلحم نبدأ نفكر نشيل الزيت بالشروط المعينة اللي كلنا عارفينها في العاية normal united fracture لو روحنا لطايت 4 طايت 4 هو عبارة عن vertebrate insult في حالات SPP منها vertebrate compression او ودي الحقيقة ما بتحتاجش مننا غير ان احنا نمنع المشاكل في الجزء ده وننبسه ثراكو lumbar orthotic او jacket بطرق معينة على اساس ان احنا بتبقى custom made في نفس الوقت support SPINE وفي نفس الوقت لو ما تزودش اللي فون بتاعته او لو كان عنده دي فون دي في SPINE ما تزدش في خدود المعقول بحيث ان احنا نبقى STABLE SPINE اخر واحدة اللي هو طايت 5 اللي هو upper lane وده اسهل non-ambulatory CP اللي هما level 4 and 5 فالتايت 5 fracture بتاعت upper lane بتاعهم مهمة قوي ان احنا principle of fixation في fracture في upper lane كله هو نفس principle في healthy pediatric population ما مفيش اي احتياجات لشروط معينة سواء في non-surgical management لعينين دول as a regard upper limb non-ambulatory CP من روح للجزء البعد اللي هو عبارة عن ambulatory CP ambulatory دول يشمل زي ما قولنا في أول المحاضرة level 1 اللي هو community ambulator وhousehold ambulation وtype 2 اللي هو عنده mild deformities with a household ambulation يتحرك قليل والبوم quality بتاعته قليلة لكن ما يقدر ش يمشي في الكمبيانيتي بسرعة level 3 اللي هو بيمسك walking aids أو support أو لابس braces أو لابس support جزمة وحنتكلم عنها بعد شوية دول الثلاثة دول هم عبارة عن level 1 و2 و3 اللي هو ambulatory CP ايه اللي حنعمله لهم والguide lines بتاعتنا الحقيقة يهمنا جدا نقدر نعرف الباتا بتاعت الفراكشور اللي هي type يعني لو عنده high energy fracture ولا low energy fracture ودي نقدر نعرفها من X-rays بتاعتنا ومن history كمان نقدر ناخد history فنفهم أكتر شوية عن high energy fracture أو low energy fracture اللي حتحصلهم والشكل بتاعها high energy trauma في الحالات CP ambulatory بنعالجها نفس طريقة العلاق بتاع healthy ambulatory children بتوع يعني أي high energy trauma لو محتاج internal fixation لو سمحت عمل لو مش محتاج أو محتاج costing أو external fixation أو whatever لو سمحت عمل نفس principle بتاعت fracture عندنا في non-CP هي principle بتاعت high energy trauma في العينين CP ambulatory low energy fraction ايه اللي حيحصل مخصوصاً للعينين دول بقى عندنا فيهم problems كثير إن لو عندي bony prominences وهحتاج عمله cost fixation هل الكاست بتاعي هو نفس الكاست عنده fracture in place وفتاح احنا لازم نحجز ويتحجز ويتتابع جبسه لغاية عما نتطمن وفي نفس لوقات الإديمة السبتائية ويبدأ يتعمل له كاست جديد بعد الإديمة والسبتائية بحوالي 10-11 يوم وناخد بالنا قوي من bony prominence around ankle and elsewhere لأنه عندهم very high incidence of depupative ulcer وممكن يعاني من المشاكل جوه الجد أهله مقدروش يعرفوها يلاقوا العين بيشتكي أو بيحاول يتقلم ومش عارف يعبر عن نفسه سيبقى عندنا problem كتيرة تبدأ يحصل ريحة مش قيسة نلاقي ulcers تحصل حوالين bony prominence وتبدأ المشاكل لما نيجي نتكلم على الجزء الثاني tasks are not generally recommended حقيب لأحط light support light base light length وحانتكلم عنها كمان شوية عشان أمنع المشاكل حوالين الcontracture joint على الدماء وأهم حاجة لازم أفتكر أن العينين دول دول energy fracture أن بردو prolong immobilization may further decrease the patient bone mineral density or bone quality في العينين دول لازم أخد بالي قوي as soon as possible أن العين لما يلحم يبدأ الريهاب بتاعه ويبدأ المobilization رادي ولي معه عند كثرة الريهاب لما نروح نشوف شكل support وأنا حاولت أجيب الصورة دية عشان تجمع كذا حاجة support يمكن الأولان هنا على الشمال اللي هو ground reaction force and وده بمستخدمه في حالات لو عنده flexion في الني فيبقى الفورس كلها anterior to the tebe تحاول support فيمنع further flexion في الني لو شوفنا ده conspensional below knee splint وممكن يبقى أعلى من الني يبقى above knee splint ويستخدمها تتير في حالات الفورس بعد ما نبقى نعمل immobilization بطاست for a short period then splint custom made الثالث منظر اللي هو lateral view أو AP view بتاعنا لو hinged afo والحقيقة كتير قوي بنستخدمه معرفش لي مش popular لكن to prevent the allow for the ankle moch the hinged afo بنستخدمه لو العين عنده مثلا uniting phibia وكل حل يبقى hinged هنا شوية عشان يقدر يعمل شوية mobilization early كل دي من الحاجات الخريكي اللي نحب جدا نتكلم عن ده نفس afo with the ground reaction ده front view ده side view وده conventional flint سواء below knee أو above knee ده من front view أو من side view خريكي الwalking edge كثيرة جدا وشكلها مختلف جدا سواء بتبقى على wheels أو بتبقى يعني ثابتة ممكن تبقى four wheels أو four six أو ممكن تبقى walking edge عادية زي crotch لكن أنا حاولت أجيب الصورة دي عشان يبريت حاجة معينة إن العيان ده لما يبقى عنده walking edge quadruple d ومعاهم أربع عجلات هو لازم يكون عنده عندوش أي instability ولا instability ولا عنده drowsness ولا لازم يبقى controlling motion بتاع يمكن لو حارتكو دققت شوية شور وهذا من ضمن الحاجات التي تبسط الأمور بالنسبة لعينين cp وحركتهم كثير قوي بعد مال chroma أو manufacturing unit لماذا إحنا قدنا وقت طويل في أن نحن نحكي عن chroma في عينين cp لأن لقى أن complication rate في حالات chroma في cp حوالي 17% وده 12 في 2003 2004 قال أنه the most common complications التي يمكن أن تحصل لهم بسبب fracture هي أن يحصلوا أول حاجة refact لأنه معالجناش السبب الرئيسي زي ما قلنا في الأول على low bone quality أو أنه يبقى morbidity في الساعته abused أو neglect مال وده الحقيقة بنشوفه كثير جدا ويبقى فيه diagnosis ويبقى العيان مال united وبعد جدا يجي لدكتور العظام لأنه مش أول واحد يشوفه هنتكلم عن الكلام ده كمان شوية ومهم ما قوي delayed union لأنه العيانين دول بيبقى عندهم ساعات abnormal moving أكتر خين الحالات اللي عندنا للCP في كذا شكل من ضمنهم حاجة مهل histonic CP وال acetic CP العيانين دول ما يبقى عندهم infolantary movement continuous ودول بيفربهم مشاكل كبيرة جدا لنا فإن احنا decide إذا كنا هنعملهم internal fixation ولأ وليتريتشر كتيرة قوي وارتكل بالتحاول تبعد عن internal fixation في الحال 2 دول سواء العيان dystonic CP وده تعريف أنه عنده abnormal movement ومúltiple contraction وال acetic type اللي هو العيان اللي بيعمل حركات مثل الماريونت continuously طول ماهو صاحب وده برضو عندنا 2 مشكلة في fixation في fractures بتاعتهم dystonic وال acetotic type ما زال كتير أوي من الناس يحاولوا يبعدوا عن internal fixation لأنه non-union rate بتاعتهم عالية جداً والfailure بتاع fixation مش نتبته 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 ليش للي نيجي للجزء اللي بعد كده من complications اللي هو post-operative infection وده طبعاً نتيجة العوامل اللي احنا قلناها كلها malnourished cases والcp من ضمن malnourished population نتيجة negligence أو إنه مجدرش يعبر عن احتياجه للأقل أو إن أهله ما بيعرفوش يحدده نوعيات وكميات مضبوطة حسب سنه وواته Medical complications أكتر من عينين الحياة لين عندهم مشاكل نتشافها بعد شفية سواء liver بسبب حاجات كثيرة من ضمنها المedication أو cardiac problems ولي one of the entities اللي بنلاقي منها مشاكل إزاي حنقضر للعينين دول في وجود كل المربidity طيب لما نيجي نفتكر كده إيه الهيئيس complication rate في العينين ستي نلاقي انهما proximal femoral fractured complications either femoral neck fractures intertruckenteric or subtruckenteric هل تحسبت تحسبت ذاي انو proximal femoral fractures ذا إناها لما جات تحسبت الارتكل ذات نشر 2009 أو 10 58% من الحالات من الحالات proximal femoral حصل لهم complications and this represents 70% of all complications في CP fractured k الحقيقة الحقيقة دي الانسلس عالية جدا وعشان كده سبقنا في الكلام عن proximal femoral fractured CP أن احنا الصوص الأعلى هو ل internal fixation في الحالات دي بعد تصبيت أو بعد ضبط external condition بتاع العيان as early as possible عشان نمنع complications الكتير اللي تحصل من structural femoral fractured ليهم as a CP أنا عارف أن الوقت سرقنا لكن نحب أقليل في السلايد دي في الدايجنوز يهمني قوي أن الكيرجيفر وأنا أصدت كلمة الكيرجيفر أنه مش أول واحد بيشوف العيان ده هو دكتور العزار حقيقة الأول واحد بيشوفه هو دكتور بتاع الريهاب بتاعه اللي هو الانثيوثيرابيس أو الانثيوثيرابي أو الانثيوثيرابي ولازم نلابوريطر عندهم أو نتج عندهم ألارن سكيرة قوي عن العينين دول عشان يبعثهم لنا بسرعة لأن هو بيشوفه during the sessions بتاع الانثيوثيرابي سواء هما ثلاثة علامات مهمين أو signs مهمة أو flags مهمة هما التين والسوالن ولمited range of motion إزاي أنه يكمبير الكلام ده على مدار sessions اللي سابعة للخلوم يعني لو جالوا العين في السيشن يوم السابعة ما كانش عنده pain ولا swelling ولا limited range of motion على مني وجالوا بعد كده يوم الاثنين أو الثلاثة اللي بعده وعنده pain و swelling ولمited range of motion لازم يبدأ يتسوكت أن العين ده حصل لحاجة وأهم حاجة أنه يبعثوا بسرعة من الأرثوبات عشان نتفاد اللي بيحصل منه المشاكل كلها السلايد ده أنا حطيته عشان أتكلم بخصصة مهمة قوي أنه عشان أتعامل مع العين بتاع سي تي سواء عند روما أو لا بنرفع الخطبعة لل calm management الCP كيف أنه لازم أتعامل مع العين من ساعة ما يدخل العيادة عندي سواء في أي حتة وأعرف أنه CP لازم أسرير وشي تنفرج وابتسم في وشه وفي وش أهله حتى لو كنت تعبان وابتدي حتى لو كان صوتي عالي زي ما أنا صوتي عالي دلوقتي لازم صوتي يوتى خالص وابتدي يتكلم بهدود حتى لو العيان ده ما بيعرفش يتكلم حتى لو العيان ده هو يصوّق على طول لأنه هو إحنا عارفين أنه بيفهم بس ما بيعبرش عن فهمه غير بالصويت في بعض الحناس المهام أنه لازم نكسب ود العيان يعني لازم العيان يحس فينا بالألفة وده بياخد شوية دقايق من لنا ما يضعوش غير لأن العيان سيفضل يتبعك لأنه العضو الغريب الذي دخل عليه أو الذي دخلت عليه في العيان أكثر من أن نرى بعض البروفاسور بتوع الـ CP من ضمنهم بروفاسور ميلر كان يحب يقعد على الأرض جنب العيان وعامل زي قوضة صغيرة في السنتر بتاعه يبقى العيال يلعب على الأرض ويقعد جنب ويلعب معاه عشان يكسب وده عشان يعرف يتحصه طويل فانإلابوريت الجزء ده مهمة قوي للكاترة العرض أن احنا أول ما تشوف عيان CP لازم طريقتي تبقى هادئ هو يبقى هادئ طريقة الحديث تبقى باري جانتل حتى لو مش فهمك حتى لو هو مش واخد باله منك هو بيسمعك وهو بيشوفك بطريقته فلازم تبقى تكسب ثقته عشان تعرف تتحصه أول ما العيان هيبدأ يشد أو يرفص أو يعيق فأكد أن كل الإجزامينيشن بتاع حضرتك وقع قبطوا أن العيان يخرج من عياتك تخرجوا تقعدوا في الإصراحة برا وتجيبوا بعد شوية وتوصي والدته وده من دام الكريكس بتاعتنا توصي لقه أنه يبدأوا يتكلموا عننا كويس في الدقايق أنه مهمة جدا عشان يقول لك يتكلموه بخير أن يجهزوا العيان لمقابلتك لنفعش العيان يخش عليك كده يشوفك ويتخض ويبدأ استقة تروح وأول حاجة هتحصل أن الاتفاستيس اللي عنده هتزيد لو هو يفرد ربيته شوية مش هيديك فرصة تفردها وكل الديانوزوس بتاعك بتاع أو حتى الووكين بتاع العيان حيختلف لو العيان حاسس بعدم الأمان معلش نطولت على حضرتك لكن نخش على التك هوم ميسج بهدوء نلخص الكلام ده كله أنه في فاكتور كتيرة أوي implementing أو implicating the low bone menal density of these patients اتكلمنا عن أربعة أكسلسيين لو العيان بيحصل له long immobilization after surgery أو العيان ما بيعرف يمشي كويس during his growth نتيجة أنه عند contractures for lower limb أو whatever العيان بياخد anti-convolent treatment أو ما بيبقاش well-nourished بشكل كويس mainly الكالسيوم و other minerals وعيزن فتكر دائما أن عيانين سيكي بسوعنا أن هم من أن بيأتي قليلا من أهلهم بيخمو إزداء عراضوا العيان للشاعة تأفت حاج أنه يفتل وقاعدين في البيت وهو ده بقى كده خلاص ويتحركوش ويبدأ عندي مشاكل تظهر شوية أشاعة شام يتعرض لهم العيان بنفس الطريقة بتاعت أن الناس العيان يتعرضوا لها يحسن العيان ده أوي أوي لمجرد تعرضه لشوية شام وآخدان وشوية كالسيوم بشكل المصبوط مهم أوي to focus on preventing the low-borne density as it plays a major role in improving the global management of patients of the STP ده تقوز الْفرهنسف وكماان كيل قرارة أعيد دولي هممون جدا special attention has to be taken into account that when a decision for treatment is made يعني لازم أشوف العيان دوال وعرف الهيس كيف أمبيلاتري ولا أمبيلاتري أمبيلاتري يعني grade 1 2 3 يهمني أشوف العيان ده كان قبل الإصابة وأعرف عنه عشان أتعامل معها بالشكل سواء أمبيلاتري من الخمسة تايب اللي كلمنا عليهم أو أمبيلاتري اللي هو low energy trauma أو high energy trauma وصنوات مهم آخر حاجة نفتكر avoidance or frequent delay and diagnosis لازم نهائلايت الكلام مع الكارجفر الثانيين سواء الماثيسيو سرابط أو آخر سلائد يمكن حق دي اللي نتوف إنو الريكممزيش ويمكن دي طبعا من المعهد الخيئة مش بالحكة تانية there is a need for a future research on the understanding and prevention of metabolic bone changes indeed for patient population يهم the CT population إيهي الاحتياجات بتاعتهم إزاي نقدر نحسن النيد بتاعتهم لل nutrition بشكل جايد عشان ده يمنع المشاكل بتاعت سواء أنه يقع أو أنه يبقى low bone quality شكرا لحضراتكم جميعا نطور شكرا شكرا لأستاذ الدكتور عمري بي على المحاضرة الأكثر من الرائعة اللي هي يعني فيها عصارة خبرة حبرتك في هذا المجال جدا جدا عن المحاضرة الرائعة ديت اللي تعاملت فيها مع إزاي التعامل مع العيين وفعلا استفرنا منها قوي لأن إحنا من الحالات والحالات اللي هي صعبة في التعامل معها بتحتاج special care زي ما حضرتك قلت كده سواء كان مننا سواء كان من الفيزيو ثيرابيست سواء كان من آآ فشكرا جدا جدا على الانتريكات اللي هدردها ديت آآ أنا بس هستأذن حرودك بس سؤال بسيط كده من النصد للحالات اللي هو حالات السيبي ديت في حالات آآ 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 إحنا جدا في حالات الوصف تركان فريك والفراكشور فيه ما شو دي في الحالات دي هل سبيشيال سبيشيال ميتلز ممكن استعملها هل انت حروق بتفضل البليت ولا الانترام دولاري بتبقى أوضل على سير نوع الكومبليكيشن بتحصل بعد البليت من الفراكشور بحاجات دي يعني ياريك حضر بسروني أنا شاكر على السؤال الحية والسؤال جميل يمكن أنا اتكلمت على بسرعة عشان وقت المقادرة إن كان زمان كان يبقى عندنا الكونبنشنال بليت وساعات يبقى كونسور أو الانجل بليت وساعات يبقى لها لونج سكروز وسبش النقص عشان اللو بون قواليتي ده كلام ده كان زمان بسرعة قوي اللي هو Locking System ويمكن أشهرهم دلوقتي لو حراك عارف أنه الـ Proximal Temeral Plates اللي هي سواء بساعة الانجل اللي هي 140 أو 110 يجيب نستخدمها كتير قوي سواء في حالات الأستياتومي العينين دول أو كمان في حالات الفاكش ويمكن من خلال حضرتك والسؤال حضرتك الجمير إن instance of use of the proximal Temeral Plates اللي هي Pedi Love بالذات بحالات Next Action بقت لها Fortilarity عالية جزاً في حالات الفاكش في حالات من خلال العينين دول يمكن نقدر نخرج حاجة عن الموضوع ده بعد كده في محاضرة لوحدها في حالات في حالات الأستياتومي is proximal خمراً سواء CP أو non-CP والتراوما CP لأن دي بقت لها فاكش وانت evidence based medicine عالية قوي دلوقتي بقت موجودة في مصر يعني وجدت في مصر زي محمد حسني عارف بقت موجودة في مصر كذا خارك الحقيق حقيق شكراً الحاجة سنة في أي سئلة لترامد أرغب سيد في سؤال كده على القويتش بيج في حالات الفلاس برال CP هل لو بروكسومال في مور الفراشر هل هذه الحالات محتاجة جود ريدوكشن وانترال فكسيشن ولا لا هو أنا سؤال مش واضح قوي لكن هنقدر نستوضحه أكتر لما نتكلم على أنه في خلاسة CP يعني مش خلاسة مهم أنه العينين دول الحقيقة الكلام كله في النهار ده ما شمل هم ولكن لو أحد سأل من واقع الخبرة لو proximal femoral fracture في العينين دول وهما CP يسري عليهم نفس القعد أنه لازم لازم أعمل لهم internal fixation as early as possible هو كيف ونفس المتحد التي استعرضناها كلها 17% complication rate في حالات proximal femoral 70% منهم complication rate بس بس حالات proximal femoral tides male union أو non union ولو male united يمكن يؤثر بعد كده على الاستابل الهيب ويبدأ التفكير بتاع Scotland عندنا كنت تفسر دكتور عمر بالنسبة لحالات CB وال severe osteoporosis الحالات حضرتك ذكرت أن هي محتاجة internal fixation by platus cross يعني على عكس المتوقع لحالات osteoporosis أن نحن نعملها internal modern fixation فهل يعني ممكن توضح لنا السببب أن نستخدم بlatus cross مش intramodulary device حاضر أنا شاكر جدا أنا كلمت على internal fixation without intramodulary في حالات فهل proximal femoral fixation الحالات التي قلنا عليها أن هما لحاجة تتكلم عليها دائما جد في classic fixation لو عنده شاف fracture femoral لو تقدر تبعد عن internal fixation سواء ب intramodulary أو extramodulary is much better لكن لو مضطر ستستخدم له intramodulary زي non-CP cases زي ما قلنا لأنه سيقع تحت نفس category العينين بتاع fracture femoral اللي هو type 3 سيبق عندي هنا مهم قوي أفتكر أن fracture شاف غير طريقة اللي احنا كلمنا عليها الإصرار على internal fixation في proximal femoral ثاني هو في سؤال أخير أعتقد أنه مكرر دبتور عامل management of distal femoral fractures in non-ambulatory CB يعني أعتقد أنه حراك ردت عليه تمام يعني مهم قوي أن العين عنده contractures في ني ولا لا وعنده contractures في الhip ولا قبل ما أعمل أي حاج لو العين non-ambulatory لو سمحت تحاول على قد ما تقدر تبعد عن internal fixation لكن ما أقدرش أخبي عليك أن في بعض الحالات نستخدم 3 أو 4 wires guided by CR و as soon as possible و with plant صغيرة كده ثبت العين عليها وأول ما يبدأ يلحم بشيل الولد بسرعة خوفا من التي تزيد في حالات low bonk وده exception لكن على قد ما نقدر نحاول نبعد عن internal fixation خوفا من المشاكل اللي ممكن تحصل خصوصا لو عنده knee contracture أو femoral contracture مونتر عامل بي لو برده في الحالة اللي حظتها قلتها دلوقتي دلوقتي دي لو أنا هعمله minimally invasive maneuver يعني كده كده أنا بحاجة عمليات هل يعني يجوز في الوقت ده إن أنا ممكن أعمل مثلا tendon lengthening أنا شاكر لحضرتك لأنه لازم أستنى لغاية المال زي ما حريك عارف لازم العيان يهيل ويقوم 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 وبعدين re-assess him خوفا من أنه ساعتها سيماسك حاجات كتيرة نتيجة shortening اللي حصل في العظم فهيغير في البالانس بتاع سواء الهامسترينج أو الكوادريسينج فده مشكلة كبيرة أول ما العالم انكسر هنلتفت جدا جدا للبون منجم وبعد ما يلحم والريهاب بتاعه يتقام سواء انتحالات الفامرال فراكشور الني ريهاب وال هب ريهاب أن يبدأ يتحرك وبعد ما يتحرك والرينج يرجع زي مكان قبل الإصابة أبدأ أخيمه من جديد من أول وجديد وحطه as a new case بناء عليها هعمل تاندون لانسري ترانسفير أو بو يا سئلة نعمات لا فرصة ما فيش أسألة كانت شكرا دكتور عمليبي أدخلنا على حضرتك جدا جدا بس احنا استفدنا من حضرتك وكانت دي فرصة فرصة سعيدة جدا ان احنا نستفيد من خبرات فرصة دي وفرصة سعيدة لي والله شكري لا سعيدة تاندون دكتور محمد معك كيفان متفضل دكتور سعيد سامعيني كده سامعين كده حضرتك كويس قوي فان الحمد الله كده كويس سعيدة سعيدة دكتور محمد حسني سعيدة جراحة عظم الأطفال في طب تانطا ان شاء الله نهاردا عن DDH سعيدة 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 سعيدة